ازايكم يا حلوين عاملين ايه وحشتوني النهاردة جايلكو في فيديو جديد هعمل مياكو كفصة الصبية او قبيبة الصبية على حسب كل بلد ما بتسميها اه طبعا اه بجد هتعجبكو اوي الاكلة دي لانها بجد خطيرة اه يارب لو عجبكو الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل جديد يلا بينا نتجي الفيديو مع بعض وادي مقاليل الكفصة الصبية اه كيلو صبية عليه نص كيلو رز مطحون عليه نص كيلو بصل اه ربطة كسبرة وبقدونس وشبت وحط عليه اه خمس ست فسطوم اه وحط عليها اه فلفل حسب الرغبة وكل ده تحامتوا مع بعض في الكبه لغاية تمددني الكوام اللي انا عايزيه اه وان انا اقدر اقرصها او اصبحها حسب ما انا عايزة اتعملها معاكم شربة صيادية اعملها بشربة حمرة او صيادية على حسب اي حد بيقول طبعا انا دلوقتش مجهزة البصل ومقطعه عشان اعمل اه اسوي اعمل بالشربة الحمرة وطبعا انا دلوقتش مقرصها للكبابة زي ما قلتلكم وهوريكو دلوقتش انا بقرصها ازاي انا بجهز طبق فيه ميا وطبعا اه بقرصها زي راس الطعمية وممكن تصبعيها عشان لو حابة تعمليها كفتة بطماطم بتبقى متصبعة او بتعمليها جباب اه في الشربة الحمرة بتبقى بتبقى مقرصها زي كده اهم حاجة ان ايديك تبقى مبلولة عشان وانتش بتقرصي ما متلزقش في ايديك وتعرف ان انت تقرصها وتتحكمي فيها لما الايد تبقى مبلولة انا دلوقتش حط حلع البتجاز وحط فيها الزيت عشان يسخن وهحط فيه دلوقت البصل هنزل بيب البصل وبعد ما هنزل البصل طبعا هحط حبة ملحي في البصل وهسيب البصلة تحمر تجي اللون الاحمر مش الغامي قوي مش هغمعها عشان ما اتمررش تبقى لونها معقول كده اللون الاحمر الفاتح اجهد دلوقت البصل احمرت ولونها بقى جميل كده لدي اللون اللي هو الكاراميل في نفس الوقتش انو تبقاش ممررة منك ما تغمقهاش قوي هحط الميا دلوقتش وبعد ما هحط الميا هحط التوابل طبعا هحط ورق لورة كمون كسبرة اه حبة فلفل اسود اه حبة توابل مشكلة اه حبهان اه كل ده هحطه هسيب الميا تغني مع بعض وهوريكم بعد كده هعملي طبعا هسيبها كلها كي تاخد غلوطين على النار اهي اجه الميا غليت هفتدي بقى اشيل البصل واشيل حاجة منها بمصفة علشان آآ مما تشيجي التغريف الشربة بتاعتها ما تضايقش حاجة فيها بتلاقيش حاجة فهتبقى حلوة كده وصفية هشيل كل حاجة بعد ما صفتها كده خالص وبعد زي الفل هتجي بقى اني انا هو جبت الكفتة اللي انا مقرصاها آآ هتجي بقى حطها جوة الشربة اهي هحضفها كده فيها واحدة ورد تانية هي اول ما بتو تحط في الشربة كده بتمسك نفسها بتمسك نفسها وبتعرفيها قوي وبتنفش منك عشان الرز بيخليها تنفش وقادي شكلها بعد ما انا حطيت كله وبالشكلها بعمل ازاي وبتدت تستوي هتبطي تستويها آآ طبعا دونها دونها يسا مغيرش دونها هيغير شوية بس هي خلاص قربت تستوي هي ما بتاخدش وقتها على البتاجاز قادي شكل آآ بس قد شكل القبيبة الصيادية بعد ما استوت بجد آآ ريحتها وطعمها وبس بتبقلونها كل ميلة بتغمق لما تعرف ان هي استوت لما بتغمق كده وبتشرب الشربة بتاعتها بجد تحف وتحف وتحف. وقادي القبيبة بعد ما تغرفت آآ وخلصت بجد ريحتها جميلة او تحفة والطريقة سهلة مش صعبة وهسيب لكم الطريقة والمقادير في صندوق الوصف ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد وقال لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.